طيب هناك بعض الأرائي كابتن من نجوم كبيرة يعني بتقول ان المسلماني لما جيه هو عنده فريق عنده قدارة وعنده نادي بيجيب لبن العصور فبالتالي انه اخد البطولة او البطولات التلاتة دي يعني هنقول مثلا انه جيه متأخر في بطولة الدورة لكن بطولة الكاس افريقيا او دورة البطولة افريقيا او حتى بطولة الكاس يعني ده طبيعي ما فيهوش حاجة جديدة او ما عملش حاجة جديدة بالنسبة للفريق لا بص يا فروح ايه الجديد اللي اتعمل انه النهاردة لما تكسب سيمي فاينل ماتشين رايح جاي قولي دي حصلت امتى اخر مرة حصلت امتى البعض يقولك بقى الكرة المغربية اصلا ما الزمالك كسب رايح جاي طيب وهو نادي الزمالك نادي قليل تمام نادي الزمالك مش نادي قليل وحالته الفنية والبدنية والنفسية كانت اعلى من فريق الرجا نتكلم كرة يعني فاهمني نفس القصة كانت مع النادي الان بس انا النهاردة كلعيب لو انا النهاردة شايف المدرب بتاعي القام من الماتش اللي برا بيلعب بسيستم دفاعي مدينة واجبات دفاعية ده هيتنقل للعيب العكس كان الصحيح انت لو تراجع الجون الاول بتاع افشة انت بتلعب برا ملعبك والراجل اللي هو عشرة اللي هو النص الملعب او صانع اللعب هو اللي ضغط على السر دباك وقطع كرة ضغط عليه دي تعليمات مدرب صح 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 كلاف مزهور يعني فانيق مزهور وانا هقول لك يعني انا هدي لك مثال بقافشة نفسه شوفه مع فيلر في الدور التاني او بعد الكورونا كان شكله عامل ازاي مستوى عامل ازاي وشوف التحرر اللي هو اخده والواجبات اللي اخدها الهجومية والحرية في الحركة خلت شكله ايه ووصلته ايه فده شغل مدرب ما احنا النهارده مش بيحصل ان انت اتنين مدربين بيمسكوا نفس الفرقة بنفس اللعيبة سيد حاجةك بالكابتن بتكلم على اللعيب انا بتكلمك كورو بك ناش انا بتكلمك على اللعيب تاني مين لعيب ده كان مفتاح لعب نادي الاهل وبعيد تماما هل ده نتيجة تعليمات مين لا لا معلول لا ما اعتقدش لا لا ما اعتقدش خلي بالك اصلا يا علي معلول وبقله يعني بقله فترة طويلة جدا مستوى ثابت وهو خلي بالك انت ما بتكلم عليه هو يعني هو مش واقع بس هو عنده افضل من كده وعنده اعلى من كده وعنده افضل من كده ومزبط ده اللي معود عليه الجمهور الاهل ان هو معلول في مفتاح فوز نادي قارف تمام بس انت كلعيب كورو بيجيلك وقت بتقل شوية بتنزل شوية انت شايف ان دي معلول مش الفكرة خلي بالك فيه ماتشاط فيه ماتشاط كتير كان عليه ضغط هجومي من الخصم زي مباراة الزمالك بالضبط بالضبط فكان الطبيعي انه يهتم بالجانب الدفاع خلي بالك طب انا هفكرك بحاجة فيلر في ماتشاط كان بيلعبها برا برا مصر في افريقيا مع فرق بتهاجب ما كانش بيلعب عليه ما قاله الاصل عشان الحتة اللي انا بقول لك عليه هو لاعب هجومي وطبعه هجومي بس انت النهاردة في وقت من القوات في الاول وفي الاخر انت انت باكلفت انت مدافع يعني لازل تدافع الاول وبعد كده تبتدي تهاجب انت بتهاجم في مباريات بيبقى الفرقة كلها مثلا بتلعب زون بتلعب نص ملعب سايبالك نص الملعب فانت قريدي بتبدأ الهجمة بتاعتك من نص الملعب وفيه اوقات انت بتضغط عليك بتبزي المجهود دفاعي كبير فده بيأثر عليك شوية في الجانب الهجومي انما خلي بالك لو بتتابعه كويس حتى وهو قليل كده بتلاقي له بصمة في المطش يبيطلع يبيعمل أوفر يبيعمل كروس يبيعمل يعني يعني كلنا نفتكر الكرة بتاعة حسين الشاحات في مطش الزمالك كان سهل اي حد ما كانه اي حد ما كان عالي معلول كان لعب في الجوم كان شاط في الجوم وما حدش كان هيلومه هم